ازاي تعمل لينكتين بروفايل بشكل اخترافي ازاي تزبط اللينكتين بروفايل بتاعك علشان تقدر ان انت تحصل على وظيفة من خلال اللينكتين انا احمد الفخراني ودي القناة بتاعتي طيب خدينا نبدأ بالاساسيات هو انا ليه لازم استخدم لينكتين لينكتين النهاردة يعتبر من اقوى واكبر محركات البحث الوظيفي على مستوى العالم يعني ممكن تتطفق معايا او تختلف بس هو ده الواقع انا شخصيا استخدمت لينكتين في كل الوظيف اللي انا شغلتها على مدار الكريل بتاعي ومن وجهة نظري انا شايف ان هو احسن طريقة تدور بيها على شغل او تحصل بيها على وظيفة سواء في مجال الديبابس او حتى في مجالات اخرى بس في المجال التكني بالذات او المجال التقني لينكتين يعتبر هو الاساس طيب خدنا نبدأ واحدة واحدة عشان الفيديو طويل وندخل على البروفايل بيكتور البروفايل بيكتور دي اول حاجة الريكروتر بيشوفها لما بيجي يدخل على الاكاون بتاعك عينه بطاقة عليها لانا دايما الصورة حتى المثل بيقولك الصورة خير من الف كلمة فدايما الصورة بتوضح للريكروتر الشخص ده يعني عمل ازاي طبعا اكيد مش الصورة هي اللي تخليك تحصل على الوظيفة او ما تحصلش عليها بس هي عامل مهم لللي بيسمو الفيرست امفرشن او اللي هو الانطباع الاول انا هبص على صورة فلان او فلانة هاخد انطباع الانطباع ده هيكمل معايا وانا ببص على بقية البروفايل طيب احنا عايزين ايه من الصورة عايزين الصورة تبقى لو ينفع تلبس فورمل لو مش عايز تلبس فورمل فيش مشكلة بس خليها بيزنس كاجول يعني خليها قادر الامكان تاني حاجة للأسف ناس كتير بتقفل عنها وهي اللينكدين هيدلاين اللينكدين هيدلاين اجماعة مختلف عن الوظيفة اللي انت بتشغيلها يعني معظم الناس اللي انا بشوفهم بيحط في الهيدلاين ده انا شغال دلوقتي كذا او انا مثلا طالب في كلية كذا او انا دلوقتي مثلا بدرس في معهد كذا اوكي خد بالك الوظيفة او الدراسة او البروجيكت اللي انت حاليا شغال عليه ليه مكان تاني لسه حنبص عليه مع بعض دلوقتي انما الهيدلاين ده الهيدلاين ده بيعمل ايه الهيدلاين ده في جملة او اتنين او تلاتة بتوضح انت بتعمل ايه في الحياة يعني انت انت شايف نفسك ازاي في مجال العمل وكمان انت ايه اللي تقدر تقدمه كمتقدم لوظيفة وممكن برضو الحاجة اللي انت بتحبها او بتعملها بشكل مكسف بس طبعا يفضل تكون لها علاقة بالمجال اللي انت رايخه يعني لو انت مثلا بتدور على حاجة في مجال الديبابس فمثلا خلينا نبص على هيدلاين مناسب وخلينا نقول مثلا ان انت مش في المجال يعني عشان برضو ايه نصعبها شوية يعني انت اصلا خارج المجال مهندس مثلا ميكانيكا مهندس دكتور محامي محاسب اي حاجة وعايز تدخل مجال الديبابس لو هتكتب ان انت لوير طب انا عين لوير ليه لو هتكتب ان انت وظف خدمة عملة طب انا عين خدمة عملة ليه انا عايز فمش هتكتب الوظيفة ومال هتكتب ايه تكتب مثلا يعني انا بتطلع ان انا ابقى دبابس انجينير وانا يعني اذا بتقول انتزيستيك او عندي شغف بموضوع الديبابس ده دي في ابسط صورها اللي هو انت حد لسه ما دخلش المجال خالص بس عايز يدخل المجال من بره طب لو انت في المجال لو انت في مجال الـ IT في الحالة دي اه ممكن تكتب التايتل بتاعك لو هو relevant يعني هو لو انت فعلا في الديبابس وعايز مثلا تغير لشركة تانية فقط طبعا هتكتب ديبابس انجينير سينيور ديبابس انجينير يعني حاجة related للوظيفة اللي انت بتعملها الوظيفة اللي انت عايز تدخل فيها او المجال اللي انت عايز تدخل فيه فساعتها اه طايتل ممكن يبقى مهم بس خد بالك من حاجة تانية الطايتل لوحده مش كفاية احنا بندور في الهيدلاين دايما على كيووردز الكلمات اللي افتتاحية لو انت اشتغلت في مجال الـ SEO قبل كده اللي هو الـ سيرتش انجين اوتميزايشن هتفهم يعني ايه كيووردز لو انت مشتغلتش فيه الكيووردز دي هي الحاجة اللي محرك البحث بيبص عليها يعني بيبقى عينه عليها اه زي مسلا جوجل او غيره او بينج مسلا يعني ايه يعني كلمات لها اهمية لها وزنة لها ثقل يعني ايه برضو يعني مسلا انا واحد شغال في مجال الـ او في مجال الـ هروح كاتب شوية التكنولوجيز من اللي انا بشتغل فيهم لو انت مسلا في مجال الـ مسلا لو انت مسلا يعني جزء من شغلك مسلا يتعلق بالـ الكيووردز دي مهمة ليه لان اللي بيجي يدور على وظيفة لو هو ريكروتر يا مان لو انا ريكروتر وداخل ادور على حد فانا حكتب مثلا حكتب الكلمات دي في السيرتش باكس بتاعي حكتب و هكذا طب هو انا بعمل كده ليه انا بعمل كده اش هنضمن ان النتائج اللي تطلع عليه تبقى للحاجة اللي انا بدور عليها من تحط نفسك مكان الـ لو هو مسلا بيدور على ليه حيدور على لينكس ليه حيدور على بهمة لينكس مسلا هو بيدور على كلاود انجينير اه مسلا كويس انه عنده لينكس وكل حاجة بس هو انا عايز كلاود انجينير عايز حد يشتغل مسلا ايجور فليه حكتب مثلا نتورك راوتين مسلا انا عايز حد شغال في ايجور فحكتب ايجور وحكتب جنبها مثلا كام تكنولوجي من اللي شغالين في ايجور ايجور فونكشنز مسلا عايز حد يكون اشتغل في ايجور فونكشنز وهحطها في السيرتش بوكس بتاعي عشان يطلع لي نتائج متعلقة بالبحث اللي انا بعمله علشان ما تقبش نفسي كريكروتر ان انا يبقى عندي مثلا خمسين ستين الف ريزلت او بقى ابص عليهم اكيد انا مش عايز كده واكيد انت كمان مش عايز كده فعلى هذا الاساس خدينا نبص على مثال مش جيد او مثال مثلا ما حبكش ان انت تخطه انا بدور على وظيفة في المجال التقني انت خبرتك عاملة ازاي مفيش طب انت بتفهم في ايه او عايز تعمل ايه معرفش طب حتى التكفيل ده التكفيل ده واسع قوي التكفيل ده واخد من اول السيرفرز الهاردوير all the way مثلا اللي ماشي الليرنين وانت طالع فانت عايز تشتغل فين بالضبط التكفيل ده واسع جدا فدي عبارة very vague مبهمة جدا الريكروتر حيبص عليها ده لو بص اصلا حيحس انها اولا سنايا ما فيهاش الكيوردز اللي هو عايز فحيعدي البروفايل ده ويخش على بعدين مثال تاني انا لسه متخرج مبارح مثلا وابطور على فرصة مثيرة يعني ايه فرصة مثيرة مثيرة لمين مثيرة ليك ولا للريكروتر ولا المين بالضبط ما انت خب بالك برضو ان اللي بيقرأ بيبقى عايز يشوف نفسه في اللي انت بتكتبه ده حتة مهمة قوي حتى مش بس في لينكدين بصفة عامة لو انت بتكتب اي حاجة لو بتكتب اي محتوى خب بالك انت لازم تحط نفسك مكان اللي بيقرأ يعني شيل نفسك من مكانك من كرسيك وخط نفسك في الكرسي اللي قدامك اللي قاعد عليه الشخص اللي بيقرأ اللي انت بتكتبه اي ان كان فانت بتقوله طيب جميل يعني لسه ما عندكش خبرة كلمة اصلا معناها ان انت ما عندكش خبرة دي اول حاجة تاني حاجة يعني هي جميل انت عايز تدخل في مجال بالنسبة لك مثلا عندك شغف لي جميل بس ده بالنسبة لك انت طب بالنسبة لي انا كريكروتر هل هو بكل بساطة يعني ثالث مثال غير جيد حاجة مثلا زي مهتم بمجال او الحوسابة السحبية والبرمجة برضو مش بيبين انت خبرتك فين انت مهتم بالمجال تمام جميل طب عندك خبرة فيه مش باين طب يعني ايه كلمة دي اصلا ما تخطاش في اي حاجة خالص خالص يعني دي انساها يعني ايه ده برضو مجال واسع للغاية انت عندك كل واحد فيهم عنده عشرات حرفيا ايه هو عامل بالزبط برضو زي حاجة بشوفها كتير اللي هو ايه هو اهتم بالكيوردس بس زي ما تقول كده كس لي كتبهم بما مثلا يعني انا بشوف ده كتير قوي تلاقي كاتب ايه تمام يعني ايه يعني اتسترا يعني اتسترا بالعرب يعني الاخ يعني الكلمة المقابلة ديها في اللغة العربية الاخ يعني الاخ الاخ دي انا استنتج منها ايه كريكروتر يعني انت كتبت تلاتة اربعة تلاتة اربعة اكتنا رجز يتقفل على كده وهو ده اللي انا مفهم فيه وهو ده اللي انا ممكن اتعين من خلاله يتكتب اللي انت تعرفه ولو انت فيه حاجة تعرفها انت مخبيها ليه يعني مثلا يعني مش عايز تقوله ليه بتخبي عليه اللي انت تعرفه وتخبي عليه خبرتك مدازم مكسنسي يعني فهم فالاخ دي انساها اتساترا دي انساها خالص مش عايز اسمها اتساترا انت تكتب اللي انت تعرفه لو فيه حاجة عايز تزودها تزودها وبرضو فيه حاجة ناس كتير جدا ما يعرفواش وانا كنت منهم خد بالك الهيدلاين بتاع لينكدين الجزء بتاع الهيدلاين لوحده فيه متسع لمتين وعشرين كاركتر ميتين وعشرين حرف انت عارف الكلام ده يعني الكلام ده يعني لو حنيجي ناخد جملة مثلا نحطها دي الوقت مسلا على الشاشة ميتين وعشرين حرف بص الجملة طويلة قد ايه فما تبخلش بانك تحط خبرتك لو انت فيه حاجة اشتغلت عليها لو فيه تول لو فيه تكنولوجي لو فيه تشالنج لو فيه اي حاجة اشتغلت عليها حطها في الهيدلاين حتى لو ما بقنتش في البروفايل بتاعك وانت بتشوفه يعني مثلا لينكدين برضو عنده لو ما تيجي بص على البروفايل هتلاقي جملة يعني جملة مسلا لحد حد معين وبعدك بصلا نحط ثلاث نقط ليه؟ لانه ها اكيب مش هيكتب ثلاث سطور لكل يعني لكل مشكلة مش حلو بس هي موجودة ككي ويرد انت ما بتشوفهاش اه بس لينكدين شايفها لما تيجي تعمل لو الكي ويرد دي موجودة في الهيدلاين هتطلع للريكروتر حتى وان ما شفهاش بعينه بس هتطلعه اللي فيها البروفايل بتاع حضرتك فاخب بالك من النقطة دي تاني حاجة في البروفايل السامري السامري ده انت بتكتب فيه ملخص عن انت عايز تعمل ايه يعني حاجة زي الهيدلاين بس يمكن شوية زيادة يعني بتسهب فيها اكتر شوية تكتب فيها اكتر شوية وما بتبقاش كي ويردز بقى متفرقة زي ما احنا قلنا في الهيدلاين لا هي بتبقى بتكتب يعني جملتين تلاتة مثلا عن الاندوستري مثلا اللي انت فيها وايه الخبرة الخبرات اللي انت تعرضت لها التكنولوجيز اللي انت اشتغلت بيها البروجيكس اللي انت عملتها الاتشيفمنز اللي انت وصلت لها بس خد بالك وده في كل حاجة مش بس في الجزئية دي ده في كل لينكتين دايما ودائما وحتما ما تحطش حاجة مش relevant ليه التارجت ماركت بتاعك ما تخليش الركروتر يسرح منك يعني ايه يعني هتحط اتشيفمنت ليه علاقة بالديبابس لو انت يعني التارجت بتاعك دبابس حطه لو عندك اتشيفمنت ما لوش علاقة بالديبابس ما تخطوش يعني انا فاكر زمان قوي قوي اول ما بتديت اشتغل كان فيه دايما من سنين يعني كان فيه الحتة بتاع تحط اي حاجة تعرفها في السيبي لو انت بتمرس السباحة اخطها لو انت بتحب القرية اخطها لو انت بتحب المشي اخط لو انت بتحب الكورة اخط ده كان زمان يا جماعة دلوقتي يعني المجال بقى عالي طلب غير طبيعي انت اليوم ده عندك الاف الناس اللي بتدخل والركروتر ده مش يعني مش هيستغرق برضه من وقته مثلا اكتر من ساعتين ثلاثة في اليوم عشان يدور على حد وبعد كده وعنده شغل تاني وقت وليميتد وعينه بتبص على كيورز معينة لو ملقهاش هيسيب البروفايل ودخل الى بعديه فلو انت حطط له مثلا اول من انت مثلا كست المركز الاول مثلا في ماراثون مثلا عندك في المدينة اللي انت فيها اه يحاكو ايه سريك انت طبعا حاجة جميلة انما يعني هو تفرق معدي في ايه هو كريكروتر هو انتريستي يعرف هل انت هتقدر تشتغل الشغلانة او الفيكنس اللي عنده ولا لا فهو مش انتريستي خالص فهل انت بتعرف تتسلق الجبال ولا لا هل انت لعيب كرة مختلف ولا لا هل انت بتعرف تقوم ولا لا دي حاجة مهمة لك انت اوكي انما لللينكدين وللبروفيشنال لا مهم برضو في الحتة دي ان انت تسترس على حتة الكونتينوانس لورنينج اللي هو انا بحب اتعلم انا مش بكتافي باللي تعلمته في الكلية او في المعهد او في الكورسز اللي خدتها او حتى في البرواجيس اللي عملتها لا ده انا عندي ميل ان انا اتعلم بشكل مستمر ليه بقول الكلام ده لان طبعا انت لو سمعت عن الديب اوپس في اي حتة هتلاقي ان هو يعني عنده كمية تولز غير طرعية وكل يوم في تولز جديدة بتطلع فاهمين عنده القدرة ان هو يولين بالكل ده بصعب فلما تقوله ده انا عايز اتعلم انا مش بكتافي بان انا هاخد التول دي وتعلمها شاطر فيها وخلاص انا مثلا شغال بجنكنز لا احنا مثلا في الشركة شغالين بجيت لا والله معلش انا جنكنز من نسبالي هو الاساس لو انتو عندكو كوبا الناريس وانا شغال داكر بس هتعلم كوبا الناريس وهدخل معاكو في المجال مش اي مشكلة فمهم قوي ان انت تذكر الحتة دي وبشكل واضح ان انت بتتعلم بشكل مستمر وعايز تتعلم بشكل مستمر طب خدنا ناخد مثال اللي هو المثال اللي مش جيد اللي احنا بنبعد عنه مقطة 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 طب هو ليه المثال ده مش جيد لانه زي ما قلنا ام كوبش اي كي ووردز انت ذكرت الكلاود بس ايه في الكلاود ما قولتش ما قلتش حتى ما قولتش حتى موالش حتى ايه لابلو اس أو ايجور مسلا وحتى لو قلت طب ايه في ايه لابلو اس يعني ما تقول لي حاجة انت عملتها في ايه لابلو اس حطيلي حاجة فيها كي ووردز بحيث ان أنا لما اقرأ حتى لو انا مش تكنيكاة قوي حتى بفاهم ان الراجل ده عنده اللي يقوله الراجل ده مش مش جاي يهزر الراجل ده عنده خبرة وفعلا يقدر يفيل الجوب اللي انا جايبه الى ايه? انت حتى ما قلتش بتاعك انت عايز تشتغل اي حاجة وخلاص المجال معه ده مش انهي مجال حتى انت حتى ما حديدتش حط كيوورز على قد ما تقدر الكيوورز ده هتحطها تبقى للمجال اي حاجة بصفة عامة هتحطها في السمري تبقى للمجال ابعد عن اي حاجة ما تهاش علاقة بالمجال زي ما قلنا الريكروتر وقته ديق ومعندوش وقت يقرأ كل حاجة هتحطها فاستسمر لعشرين تلاتين ثانية اللي هو هيبص فيهم على البروفايل بتاعك فحاجة تستهل نيجي للنقطة اللي بعد كده النقطة الرابعة هي يعني الوظائف اللي انت شغلتها قبل كده طب انا لسه وخرفيا انا لسه مشتغلتش في حاجة احط ايه؟ خط اي بروجيكت انت عملته في الجامعة ما هو اكيد انت عملت حاجة في الجامعة تابع دراستك قدمت حاجة بنيت حاجة عملت حاجة حطها ما فيش مشكلة احطها كجوب ما فيش مشكلة انا اشتغلت في بروجيكت لمدة مثلا شهر او اتنين وعملت كذا كذا اشرح يعني اشرح بشكل طبعا برضو مش ما تسهبش قوي يعني اشرح يعني بشكل بريف كده انت عملت ايه بالزبط والبروجيكت ده كان بيعمل ايه و ايه اللي وجهتكو طب لو انا برى المجال خالص لو انت برى المجال خالص الحتة دي هتبقى صعبة شوية لان انت لو بسعا واحد محاسب وعايز يدخل مجال الديب اوبس لانه هو عايز يحول الكارير خالص لآي تي وعايز يدخل مجال الاي تي وعايز يبقى ديب اوبس احنا شرحنا في فيديو قبل كده ان اولا وابدائيا الديب اوبس مش شغلانا الديب اوبس دي طريقة شغل اه فيه تايتلز ديب اوبس انجينير او سينيور ديب اوبس انجينير حتا بس في الاخر هو دول الناس اللي جايين من باكجراوند وعملوا اوبجريد لنفسهم ان هما يشتغلوا في مجال الديب اوبس انما ما حدش بيجي كده من بره خالص يخش على الديب اوبس بالبرة واحدة كده دي مش موجودة على الاقل ده رأيي الشخصي يعني ممكن فيه ناس اختلف معي بس ده انا اللي شايفه انا في المجال بقى لي ست سنين دلوقتي وبقولك ما فيش حاجة اسمها تدخلهم بره خالص ما عندكش اي background technical تخش على الديب اوبس على طول دي مش موجودة فلو انت بره المجال خالص فانا بأسيوم ان انت اما بدأت في مجال ال اوبس system administration مثلا لينكس او بدأت في مجال الديبالومنت عندك لغة برمجة بدأت تتعلمها بدأت تشتغل بيها فالمفروض ان انت عندك project او اتنين على الاقل في البرتفوليو بتاعك تخطوهم كjobs او انا اشتغلت في البرجت الفلاني لمدت اسبوعين ثلاثة شهر ان كان وهنا نيجي النقطة شديدة تتالاهمية وقلتها قبل كده وبقولها دلوقتي ما تغفلوش يا جماعة عن الفريلانسنج الفريلانسنج فرصة زهبية للناس اللي شغالة بيه المجال التكنيكل لانه بكل بساطة الشغلانات بتاعتنا على عكس شغلانات تانية على عكس وظائف تانية احنا نقدر نشتغل ريموت دي بشكل كامل فلو انت في بداية المشوار ومش لاقي شغل ثابت وعايز تحط حاجة في السي في روح فيلانس شهر اتنين تلاتة سنة مفيش مشكلة بالذات لو انت صغير في السن وكل وظيفة اشتغلت فيها وبكل بروجيكت حطيته خطه في السي بي وحطه على لينكدين بروفايل في الجوبز وفي الاتشيفمنتز هيفرق معك طيب خامس حاجة معنا السكيلز والإندورسمنتز في ناس كتير للأسف بتغفل عن موضوع الإندورسمنتز كمة إندورسمنت يعني نوع من الدعم يعني ان حد قال رأيه فيك بشكل بشكل ايجابي يعني ايه يعني انا مثلا على سبيل المسال مثلا بفهم كوبرناريس فحد مثلا من زمايدي في الشركة اللي كنت فيها دخل عمالي إندورسمنت اه احمد بيفهم في كوبرناريس احمد بيفهم في هالم احمد بيفهم في لينكس احمد بيفهم مثلا في سيكول في ناس بتعتقد ان الموضوع ده مش مش مهمة او مش فارق او نوع مثلا من انت بتخلي البروفايل بتاعك شكله كويس وخلاص لا يا بتفرق الريكروترز بيبصوا على الحاجات دي ساعتها بيحس ان هو طالما هو اتعماله إندورسمنت من كذا حد في نفس التكنولوجي او في نفس السكيل يبقى غاربا معناها ان الشخص ده فعلا بيفهم في السكيل دي والسكيلز لو حتحط السكيلز بتاعتك ما تخطهاش ترتيب عشوائي دي برضو حاجة الناس ما بتاخدش بلا منها ايه مثلا انت عندك مثلا ستة سكيلز حطهم بشكل اهم سكيل الاول واقل اهمية فاقل اهمية لحد اقل اهمية خالص في الاخر ليه؟ لان تاني احنا الركروتر ما عندوش وقت الركروتر هيبص على السكيلز بشكل رأسي من فوق لتحت فهو هيبص على اهم حاجة لها علاقة بالوظيفة لو لقاها هيبقى انت كده بتزود احتماليات ان هو يحطك في اعتبار او يكلمك او يبعط لك ايميل يقولك تعالا نتكلم عشان مثلا انتربيو او كده لو حتخطها في النص او تحت او مش هيفرق معاك الترتيب وارد جدا ان عينو ما تقعش عليها فيعد البروفايل بتاعك ويكمل على بروفايل تاني ونقطة تانية برضو لو عندك اتشيفمت مش مفهوم رجاءا ما تخطوش يعني ايه مش مفهوم يعني في بعض الاحيان مثلا ممكن مثلا شركة من الشركات لو هي شركة كبيرة اوى مثلا يبعا عندها شوية مسميات جوه الشركة يعني اللي حيفهم المسمى ده موظف شغال داخل الشركة يعني ايه برضو خدينا اديك مثال واحد مثلا كاتب في الاحييفمت بتاعته او في السكيلز بتاعته ان هو حصل على شهادة التي بي اس سي اي يعني ايه تي بي اس سي اي والله دي اختصار طوب بيرفورمر سپرينت كمبلشن اوورد اللي هو يعني اصرع واحد خلص السپرينت او اكتر واحد اخذ ستوري بوينت او ان كانين شركة من الشركات كنوع من التحفيز للموظفين كنوع من التشجية لان هم مثلا يبزلوا موجود اكتر بتعمل شوية اووردز رمزية كده ممكن تكون مقابل فلوس مثلا او بونس او ممكن تكون مجرب بس ريكو جنيشن ومسلا يعملوا حفلة بسيطة كده مثلا ويددولو الشهادة انت خدت الاوورد الفلاني من الشركة طيب ده جميل جدا بس جوا الشركة برا الشركة لا ريكروتر ولا الناس اللي هتبص على بروفيل بتاعتك فهمة يعني ايه تي بي اس سي اي يعني ايه اللي انت بتقوله ده طيب ليه ده مشكلة لانه هيقدي الحجم للاتنين لاما هو هيتجاهل ده بالكلية وتبقى انت كده خسرت مكان كان ممكن تحط فيه حجم حقيقي ريليفانت للمجال وحاجة هتقل البروفيل بتاعك ياما هو هيبقى كوريوس او هيبقى عنده فضول نيعرف هو ايه تي بي اس سي دي اي مش تيمكن حاجة في المجال انا ما عرفهاش فهيقوم داخل على جوجل وعمل سيرتش يا اما وده الاسوأ حيطلع له ريزلت بس مختلف خالص عن اللي انت كنت اصدق عليه تي بي اس سي اي دي ممكن تبقى حاجة لها علاقة بمجال له بتاعك ولا انت عايز تدخل فيه ولا راقب المجال ولا راقب اي حاجة في التكنولوجي من اساسه وطبعا انها متوقع انه هيعد البروفيل بتاعك عمل سترول ويخش على البروفيل اللي بعدين طبعا سالس حاجة الستراتيكيشنز والكورسوس طبعا مش محتاجة اقولك حط اي شهادة انت خدتها اذا كانت للمجال ما تخط الشهادات ما لاش علاقة بالمجال سابع حاجة البروفيل نتكلمنا عليها كزا مرة في الفيديو ده وفيديوهات فاتت حط اي بروجيكت انت عملتها حط لينكات دي البروجيكت دي على جيت هوب جيت لاب ايا كان البروجيكت ده موجود فين طبعا هتحط التعليم الاكاديمي بتاعك لو عندك حاجة اكاديمية لها علاقة بالمجال خطها اساسي دايما نفتكر الركروتر ما عندوش غير 20-30 ثانية بالكتير يبص فيهم على السريب بتاعك ياما يلاقي اللي هو عايزه ياما ما يلاقيش اللي هو عايزه فا يضطر ان هو يدخل على فروفايل تاني او تالت لان العدد كبير الطلب كبير لازم تتعلم ازاي تبان وسط وده كان كل اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده يارب تكونوا استفدتوا انا احمد التخراني شكرا على حسن المتابعة وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي